اشتركوا في القناة ومئات السيارات المفخخة والطائرات المسيرة والعبوات الناسفة التي كان يفجرها تنظيم داعش أسفرت بعد استعادة المدينة عن فقدان منعاش المأساة لسمعهم فتح حسين ذو الخامسة وستين خريفاً كان خائفاً ومحاصراً يترقب الموت عندما سقطت على منزله ثلاث قذائف هاوان آمى الفين وسبعة عشر نجا فتحي لكنه بدأ حياته الجديدة فاقداً للسمع فأنا أتوكد على البيت مانا فأنا أتوكد على البيت مانا أسمع لي راح بعد ما أسمع ماذا أكله 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 أتعالج وفوق ذا أتملهم بالطيارات أم تضرب الطيارات وهذا وكلش ما أسمع وحدة السمع والتخاطب في المستشفى الجمهوري في الموصل استقبلت حتى الآن أكثر من ألفي مصاب بالضرابات ناتجة عن القصف والتفجيرات ووزعت عليهم ألفي سماعة منذ افتتاح الشعبة قبل عام تقريباً هذا غير الحالات المستعصية التي يجري تحويلها إلى مستشفيات بغداد لزراعة قوقعة الأذن الألكترونية غير المتوفرة حالياً في الموصل أكو فقدان سمع شديد جداً دن حوله إلى بغداد لأنه هذول مستحقين زراعة القوقعة خصوصاً الأطفال يتراه عمرهم من سنتين إلى ست سنوات طبعاً هذول كثير منهم صار عدوا فقط سمع مفاجئ نتيجة الانفجار المستشفى الجمهوري يؤكد أن الأعداد الحقيقية لمن فقد السمع أكبر بكثير من تلك المعلنة لأن مصابين لا يعرف عددهم راجع عيادات خاصة أو أخرى خارج الموصل والعراق وهناك آخرون لم يراجعوا المستشفى حتى الآن وخلال الأسابيع الأولى التي أعقبت استعادة المدينة كان يتوافد إلى المستشفيات المؤقتة ومستشفى الموصل عشرون مراجعاً يومياً يعانون من مشاكل في السمع بعد مرور عامين على انتهاء الحرب اختفت أصوات القذائف والصواريخ لكن ما تزال العيادات الخاصة والمستشفيات مكتظة بالمراجعين الذين يعانون من فقدانهم للسمع